أهلاً أحياناً أهلاً أحباناً مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد حديثنا اليوم رح نستكمل الموضوع اللي ابتدينا في الأسبوع الماضي مع أختنا رشا نور والحديث عن هل الفرائض الدينية كافية للخلاص أنا بدعوكم تشاهدوا معاي هذه الحلقة لأنه فعلاً عم نلقي الضوء على شيء مهم جداً يعني أغلبية الشرق الأوسط عندنا الفكرة أنه لازم نعمل شيء حتى أكفر أو حسنات حتى تزيد في الميزان وأعمل شيء أرضي الله وأغلب الناس بتعملها عن نية طيبة وعاوزة تصل لأله بأي شكل بأي وسيلة من الوسائل وطبعاً رح يعني الكلام هو عبارة عن مقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر المسيحي في هذا الموضوع والأسبوع اللي مضت كلمت أخت رشا عن موضوع الشهادة وموضوع الصلاة بالمقابل كيف إحنا مننظر إليها كمسيحيين واليوم بنعمة الرب رح نتكلم عن موضوع الصوم وموضوع الصدقة أو الزكاة وهذا الموضوع رح نوضحه ونلقى الدوء عليه وبنفس الوقت أنا بحب أشجع مشاهدينا إذا عندك مداخلة أو أي استفسار بعد الجزء الأول يعني بعد الفاصل الأول فيك تتصل معنا وطبعاً بكل صرور رح نرد على أسئلتك أو مداخلتك قبل ما أبتدي مع أختي رشا خلينا نعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا قبل ما أبتدي مع الأخت رشا نور حابب أشجع كل المشاهدين اللي بيبعتوا لنا طلبات الصلاة كتير كتير منتشجع لما منطلب طلبات صلاة أو دعوات والرب بيستجيب الصلوات فبيبعتوا لنا بكتبه أنه فعلاً الرب استجاب الصلاة هذا بيشجعكم وبيشجعنا أيضاً في نفس الوقت وطبعاً يعني الشيء مشرف لما بتشوف من خلال طلبات الصلاة بتشوف فيه استجابات صلاة ولكن من ناحية تاني فيه كمان طلبات صلوات كتير البعض بتشوفوها سكرولينغ على الشاشة أمامكو وطبعاً حبيت بس أقول لكل مشاهد ولكل مشاهدة أنه فيه أنواع كتير من طلبات الصلاوات وأحب هذه الصلاوات هي فتح العيون لما بيكون شخص فعلاً عاوز يعرف ويلتقي بيسوع المسيح فأنا بشجعكم أنه هاي صلواتكو كل طلبي بشكل فردي بشكل شخصي منرفعها بالصلاة أهلاً أحبائي رح نكمل اليوم موضوعنا اللي ابتدانا في الأسبوع الماضي هل الفرائد الدينية كافية للخلاص؟ ومعنا طبعاً الأخت رشا نور أهلاً وسهلاً أخت رشا أهلاً بيك يا خنزار إحنا فرحانين أنك تكون معنا مرة تانية أنا أكتر بني باركة موضوع كتير كتير مهم بصراحة لأنه هاي الشريحة الكبرى سواء مسحيين أو مسلمين في الشرق الأوسط اللي إحنا بنتكلم لهم خلال هذه الأمور اللي عم نتطرق إلها وعم من عالجها إذا ممكن أخت رشا أنا عاوز أسألك عن الصوم بس قبل لألا يكون في شخص اليوم لأول مرة بيدخل حتى يشاهد هذا البرنامج على فكرة اسم البرنامج ليكن نور وحديثنا عن هل الفرائد الدينية كافية للخلاص؟ خليني أعطيك فرصة زي تسترجعي يعني ولو بشكل مختصر عن اللي حكينا في الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي إحنا تكلمنا عن الخمس فرائد الدينية أو أركان الإسلام الخمسة اللي موجودة في الإسلام اللي هي شهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تاني حاجة إقامة الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إلهي سبيلا ودول الخمس أركان بيرتكن عليهم الإسلام في إيمانه وبيرتكن عليهم كل مسلم في إيمانه واسلوب عبادته ربانا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الشهادتين قارننا الشهادتين بالمعمودية لأن الشهادتين هم إعلان انتماء لكن ملوش معنا أكتر من كده لكن المعمودية هي إعلان انتماء لكن مش عمل داخلي اللي بغير يعني أنا اللي لفت انتباه الأسبوع الماضي أنه لما ذكرت عن هذه الأركان هي عبارة عن فرائد بحاول يستحسن أو يسترد أو يقوم في جهد خاص لإرضاء الله بالضبط هو بيحاول محاولات إنسانية خارجية لتغيير نفسه علشان يرضي ربنا علشان بكل بساطة يقدر أنه يجمع حسنات لأن الحسنات يذهبنا السيئات فهو كل فكره أنه هو عايز يروح الجنة هيروح الجنة إزاي أما حسناته تزيد عن سيئاته فهي دي الأسلوب والطرق التي تؤدي به لجمع الحسنات طبعا ما احنا تكلمنا على المعمودية هي على الموت وقيامة أنا بأموت عن نفسي وبقوم مع المسيح خلقة جديدة فده تغيير داخلي يعني المعمودية هي عمل روحي له ممارسة خارجية مش عمل خارجي ليس له علاقة روحية الصلاة نفس الحكاية تكلمنا عن الصلاة في الإسلام وتكلمنا على الصلاة في المسيحية الصلاة في الإسلام هي ممارسة خارجية فريضة مفروضة على الإنسان ومش بيعاملها طواعية إلا إكبارا لأنه لو ما عملهاش بيحاسب على أنه ما عملهاش فبالتالي هو عنده خمس فروض الصبح والدهر والعصر والمغرب والعيشة والفريضة دهيت هو لها أسلوب في الصلاة يتنافى تماما مع العلاقة وأن الصلاة يبقى لها زي ما قلنا المرة اللي فاتت مونولوج الصلاة في الإسلام لكن الصلاة في المسيحية هي ديالوج ويعني صلاة من اتجاهين من طرفين أنا بتكلم وربنا بيسمعني هو بيكلمي أنا بسمعه مش أنا بتكلم مش بتكلم حتى مش بتكلم ربنا يعني أنا حتى في الإسلام أنا مش بتكلم ربنا أنا بقول كلمات ملهاش أي علاقة باحتياجي بحالتي النفسية والروحية ملهاش أي علاقة بيها لكن هي ممارسة علشان أخذ بيها ثواب وطبعا إحنا قلنا أن فرائد دهيت سواء الشهادة أو الصلاة لا تؤدي إلى الخلاص ليمكن أن بصلاتي أو بشهادتي أو بمعموديتي أكون بأخذ الخلاص لكن إحنا قلنا أنه هو بعمل المسيح الكفاري على الصريب هو الحاجة الوحيدة اللي بيتخليني أنا أخذ الخلاص أقدر أن أنا يتشال الحمل عليها بذبتها وأنا هبتدي بقى النهاردة بقايات من ميخا علشان نسبة نفس الفكرة دهيت أن العمل الأعمال دهيت والأركان دهيت والفرائد دي ما بتخلص ميخا قال إيه بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة هل يسر الله بألوف الكباش بربوات أنهار زيت هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي هو بيقول أنا ما أقدرش يعني مهما عملت مش هتبقى كفاية وهروح على مزمور 49 مزمور 49 بيبتدي كده اسمعوا هذا يا جميع الشعوب خد بالك بقى هو بيكلم مين يا جميع سكان الدنيا عال ودون يعني العالي والدون أغنياء وفقراء سواء والحطة دي أنا أحط تحتها مئة خط عشان هنتطرق لها في وسط الحلقة الأخ لن يفدي الإنسان في دا ولا يعطي الله الترجمة أو المعنى لها لله كفار عنه وكريمة هي فديت نفوسهم اللي هو عمل المسيح مغلقة إلى بدهر مغلقة إلى بدهر فبالتالي الحل هو مش أن أنا أعود أعمل ممارسات خارجية علشان ألم بها حسنات الحل أن أنا أتعرف على الإله اللي يشيل سيئاتي هيحملها على جسده وبالتالي أنا أقدر أن أعيش حياة جديدة حياة مختلفة إيه يحصل فيه عمل روحي داخلي يظهر فيه أعمالي الخارجية اليوم طبعا رح نتجه لموضوع الموضوع الصوم موضوع الصوم إحنا أنت تربيت في الشرق الأوسط في الخليج وأنا تربيت في فلسطين خلينا أعطيك الفكرة بالنسبة إلي شو كان الصوم الصوم بالذات يعني في شهر رمضان كنا نحب هذا الشهر أنا أتكلم كمسيحة أوكي إحنا بفلسطين بالمناطق تبعتنا والحق يقال أن المسيحيين والمسلمين ربيوا كعيلة وحدة فعلا فش طفرقة وهي يمكن الطفرقة عرفناها لما بتديت أتعرف على شعوب تانية بعد فترة قلت واو لا نشكر الله احنا بميت نعمة وبميت خير بالنسبة لشهر رمضان كان جميل جدا من أحلى الأشهر أكتر شهر فيه الميديا الأفلام يعني الأفلام الكوميدية طبعا اللي بيشاهدونا يمكن من زمان كنا نحضر مشاغبات غوارة طوشي مسلسط صح النوم كنا نحب نقعد نستنى ونسهر للصبح وبعدين المسلسلات الكوميدية السورية المشهورة جدا بالحقيقة أنه أكتر انتجات برامج لأفضل أوقات هي بهذا الشهر وأكتر مصروفات تصرف بشهر رمضان أنا بحكي لك كنا منستنى لما ييجي المساء المدفع أنا مسيح طبعا يعني مسيح بس ما كنتش مؤمن لكن يعني اختبرت الرب في وقت لاحد لكن ننبسط أحلى حلويات أحلى المأكلات أحلى وطبعا نسهر للصبح على المسلسلات والأفلام وكل الأشياء اللي كانت تعني لنا إش كتير ففكرة الصوم يعني في فكرة أنا هي نظرتين النظرة هي المتعة واللزة في هذا الشهر وفعلا بوافقون عليها أغلب أغلب الناس أوكي يعني مش آه ويمكن الصورة التانية التزلل أو القهر لما بتشوفها على التلفزيون في بعض الدول مش في كل الدول إنه كيف بيجبره إجبار لازم تصوم إذا واحد يا الجريمة لو شربت مية والأكلت أمام شخص صائم فهي هاي النظرتين نظرة المتعة والفرح واللزل إنه منستنى بالسنة تايجي الشهر ده ومن ناحية تاني يا ساتر أنا بشكر الله إنه مش ساكن ولا عايش في هذا البلد فضل أختي وطبعا الصوم زي ما حقيقا قلت في وقت كلنا بنحب رمضان كلنا بنحب رمضان وأنا ما عنديش أي مشكلة مع شهر رمضان واللي بيحصل كان في شهر رمضان كان أحلى أيام بتبقى في شهر رمضان لكن أنا عندي المشكلة في معنى شهر رمضان بالنسبة للمسلم عقائديا وإزاي هو بيعيشه يعني هو بيعيش النقيد من المطلوب منه يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على الصيام الصيام لو إحنا هنرجع لمعنىه هو هو إمساك عن أي فعل أو قول كان دلوقتي آه ما فيش سرقات في رمضان يعني أو بتقل جدا في مصر مثلا يعني نادرة ما بتلاقي سرقات فتحصل في شهر رمضان نتيجة إنهما بيحاولوا إنه هو الشهر ده هوت يعني يكون ماشي كده هوت بطريقة معينة لكن حل هو بيصوم ليه هو بيصوم تزللا وبيصوم إنه هو علشان يجمع بيه حسنات وبيختم القرآن في رمضان وبيصار لي التراويح في رمضان يعني رمضان ليه طابع مميز المفروض روحي النتيجة إن رمضان ليه طابع دنياوي أكتر من أي شهر تاني في السلام معنى في الكتاب المقدس الطابع طابع الصوم هو طابع روحي مش مش مادة يعني في تزلل في حسب الشعية 58 وإنه مش طابع الشكلة أو المظاهرة كيف تكلم الرب يسوع تكلم عن الصوم لكن بطريقة بتختلف عن المعاصرين اللي هم اليهود وعن طريقة صيام اليهود بالضبط لكن إحنا بنشوف هل إحنا بنشوف دهوت بالنسبة رمضان في في الشارع مثلا أو في الإسلام المعاصر لا بنشوف إن وقت رمضان أكتر وقت بيشتروا فيه أكل يعني الخزين بتاع رمضان ده الناس بتعملوا جمعيات علشان يقدروا إن هم يصرفوا على رمضان اللي هو الوقت اللي هم بيصوموا فيه أصلا بيعودوا طول الوقت طول اليوم يا إما نايمين اللهم إني صايم ونايم يا إما بيروح الشغل وهي قاعدة عمالة تفكر هتعمل إيه على الفطار والأكل هيبقى عامل إزاي يعني بيفقد المعنى الروحي اللي إحنا بنتكلم عليه وإن كان حتى معناه الروحي أنا هرجع أتكلم على الصوم بعد كده لكن عايز أقول أول يعني علشان الناس تبقى فهمة الصوم في الكتاب المقدس هو الامتناع عن الطعام لزمن معين أو غلق الفم ما قالش الطعام والمية قال الطعام فاستنج في اللغة في الإنجليش بتلاقيها معناها هي علميا الانقطاع عن الطعام يعني مثلا لو واحد رح نعمل تحليل مثلا دم ويقول لذن تبقى فاستنج من حقه أنه يشرب مية لكن مش من حقه أنه يأكل أو يشرب كلمة بريك فاست في الإنجليز يعني انقطاع للصوم لأنه الصبح يعني لما وجبة الصباح لأنه كل الليل مش ماكل فبقوله وجبة الفطور اللي هي انقطاع عن الصوم يعني بياكم بالضبط والصيام في حد ذاته في معناه اللغوي هو أن الواحد ينقطع عن الطعام بس بالنسبة للمسلمين هو انقطاع عن الطعام والشراب من بداية من زي الخط اللي هو اللي بيسموه الخط الأبيض أو بيبقى من شروق الشمس إلى غروب الشمس يعني بيبتدي من شروقها إلى غروبها وبيمتنع عن الأكل والشرب والنساء وهي دي الحاجات اللي هي بتقطع بالنسبة له الصيام لكن هل الإسلام جاب حاجة جديدة يعني إحنا بنتكلم على الصيام في الإسلام و دايما بيقول يعني المسلمين أنه هم جابوا الصيام وأنه شهر رمضان دهوت من عندهم وحاجات زي كده هل هو فعلا الصيام دهوت من حاجة إسلامية شرع بيها الرسول محمد في القرآن وهو أول من شرع لها هذا التشريع لا الحقيقة أنا بقى دورت في الخلفية التاريخية ولقيت أن العرب قبل ظهور الإسلام كانوا بيصوموا ثلاثة أيام في الشهر وكانوا عارفين موضوع الصيام وكانوا بيشوفوا الرهبان والمسيحيين وكانوا بالنسبة لهم الصيام هو السكوت التأمل الجلوس في خلوة التفكير في ملكات السماوات يعني العرب قبل ظهور الإسلام كانوا بيصوموا مش هما ما بيصوموش خالص قرائش بقى كانوا بيصوموا يوم عشورة عارف عشورة اللي هو اليوم العاشر من محر كانوا بيصوموا اليوم ده هوات وكان بيختدوا باليهود لأن اليهود كانوا بيصوموا يوم عشورة كان هو ده بيطلقوا عليهم الكفارة اللي هو اليوم الكفارة كانوا بيصوموا اليهود وكانوا بيقول عليها عشورة فكانت تنين بيصموهما كمان وعشان كده كانت في بداية التشريع الإسلامي أول حاجة تشرعت في الصيام أن هما يصوموا عشورة وطبعا ده كان برضو اختياري مش اجباري تالت حاجة صابقة صابقة كانوا بيصوموا وكانوا بقى خد بالك فيه اتنين فئتين كانوا بيصوموا رمضان بالتحديد صابقة كانوا بيصوموا 30 يوم أو لو نقص الشهر الهلالي يبقى 29 يوم يعني كانوا بيصوموا زي ما المسلمين بيصوموا بالضبط كانوا يراعوا في صابقهم الفطر والهلال كانوا بيبصوا على الهلال وكانوا يصوموا في ربع الليل الأخير إلى مغرب الشمس فبالتالي الصابقة كانوا بيصوموا زي المسلمين بالضبط وده من قبل ظهور الإسلام تاني حاجة مدينة حران الحرانيين كانوا بيصوموا شهر رمضان وكانوا بيعبدوا إله القمر عشان كده ارتبطت العبادة بتاعتهم بالأمر فعشان كده صموا الشهر ده كانوا بيبتدوا سيامهم من بزوغ الشمس وبينهوا مع مغرب الشمس برضو وكانوا بيختموا سيامهم بالاحتفال والذبح وخد بالك المسلمين بيختموا سيامهم في عيد الفطر بالاحتفال بيختموا سيامهم في عيد الأضحى بالاحتفال والذبح فبالتالي اللي هو نقله من الأمور اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام هو ده اللي هو عمله تشريع وعشان كده هو تحط بالذات رمضان وحطه أنه هو مرتبط بالهلال وطبعاً وقت السيام زي ما كانه السابقة وزي ما كانه الحرانيين بالضبط ما كانوا بيصوم لا اللي عاوز أقوله كمان يعني اللي عارف الخلفيات الحضرية لليهود في كتير تقاليد كانوا بمارسوها يعني زي الفرسي قال أصوم مرتين في الأسبوع هو الصوم في يوم الكفارة في مناسبات خاصة لما بيكون في طلب وجه الرب بيستدعو كل البلد حتى أتصوم ففي تقاليد كتير حتى كانت منتشرة في الجزيرة العربية لكده جروب لكده فئة كده جماعة اللي بيمارسوا كل أنواع الأصوام في تلك المنطقة فالشخص اللي دارس الخلفيات بيعرف أنه هذا شيء مش جديد يعني مش ما أجاش بشيء جديد أنه شيء كان متعارف عليه لكن في الإسلام أصبحت فريضة هذا اللي أنا أفهمه منك أيها بالضبع يعني التشرعت التشرعت وهو كمان نزل مثلاً الآية اللي بتقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود دي موجودة في البقرة صورة البقرة 187 دي بيقول لهم تبتدي من إمتى تصوم وتبتدي إمتى تفتر فمنشعد منكم الشهر فليصمه وبعدين أنا هعمل ملاحظة هنا هو إذا كان القرآن هو صالح لكل زمان وما كان إحنا كنا نطلع عمرنا نسمع الكلمة ده هاي القرآن هو صالح لكل زمان وما كان إزاي إله القرآن أو القرآن فيه آيات بتقول أنه هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وبلاد زي البلاد الإسكندنافية دي هيتبين لهم الخط الأبيض من الخط الأسود إزاي الخيط الأبيض من الخيط الأسود هيبين وهم أصلا بيعودوا نهار أيام طويلة وليل أيام طويلة برضو يعني لا ينطبق على حتة زي السويد وفنلندا وبلاد تانية كتير فبالتالي القطب الشمالي فده معناها أن القرآن غير صالح لكل مكان يعني ممكن نقول بقى يعني برضو فيه علامة استفهام على أنه هو صالح لكل زمان بس يعني غير صالح لكل مكان لأنه على الأقل واحد من أركان الإسلام الخمسة اللي هي السيوم مش هيقدر يعملها المسلم لو هو ساكن في بلاد زي البلاد الإسكندنافية أو في القطب الشمالي ولازم له فتوى أنه هو يروح يفطر على أقرب بلد جنبه فيها النهار والليل بيتتابعه وكده فده معناها أن ربنا بيدي تشريع غير كامل في الكتاب يعني مش بيوصل حتى المسلم العادي إلى أنه هو يعرف يعبده بطريقة مباشرة من غير ما ياخد فتاوي من الشيوخ طيب أختي رشا رح نواصل لحديثنا بحب أعطي فرصة للمشاهدين إحنا عم نتكلم عن هل الفرائد الدينية كافية للخلاص في الحلقة اللي مضت تكلمت الأخت رشا عن الشهادة وتكلمت عن الشهادتين تكلمت عن موضوع الصلاة مقارنة طبعا بين الإسلام والمسيحية وإحنا حديثنا حاليا عن الصوم أنا بدعوك إذا عندك مداخلة عندك سؤال فيك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعنا الأخت رشا نور ومنواصل لدراستنا في هذا الجزء عن موضوع الصوم ذكرت عن الصوم إلو خلفية إلو إطار تاريخي واكتسبوا الإسلام لكن تحديدا في الإسلام الصوم يعني تعارفين أكتر الصوم تشرع على ثلاث مراحل زي وزي الجهد الجهد تشرع في الأول على الصبر والعفو على الجهد والدعوة تاني حاجة رد أزا المعتدين وبعد كده قتال الكفار كافة حتى يكون الدين كل لله صيام نفس الحكاية تشرعها تلاث مراحل المرحلة الأولى هي فرد صيام اليوم العشر من شهر محرم اللي هو يوم عشورة وكان النبي بيصومه وقال من شاء صامه ومن شاء تركه تاني مرحلة هي نسخ وجوب صيام يوم عشورة بفردية صيام رمضان فرد صيام رمضان بس بالتخيير يعني يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني أنت فمن أياما معدودة وبعدين فمن تطوع أخيرا فهو خير له من أن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون هو هنا هو بيقوله أنت عايز تصوم صوم مش عايز تصوم كنت مريض على السفر في أيام تانية المرحلة الثالثة بقى لنسخة اللي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه فبالتالي تالت مرحلة هي مرحلة الفرد إن هو بقى لازم إن هو يصوم الشهر سيام في المسيحية بصراحة مختلف سيام في المسيحية غير مفروض غير مسبب غير محدد بساعات مش عارفة الساعة كام للساعة كام سيام في المسيحية عبادة تقدمة أنا بقدمها لله بقلب خاشع ما ينفعش إن أنا أكون بصوم وأنا قاعد نازل بعمل حاجات بتفرج على حاجات بفكر في حاجات وربنا ده أسقطه من تفكيري لكن السيام هو إن أنا أعد أتلزز بالله أستمتع بعلاقتي معاه أصلي وأقدم له العبادة والعبادة بتمتزج معاها السيام وبيجوا لتنين زي ما يكونوا اتنين ماشيين في خط واحد حياة السيام يعني السيام مصحوب بالصلاة تمام دائما يعني ما فيه السيام بدون صلاة يعني الشخص اللي ما أخذ خلوة للسيام لازم يصلي أنا بصوم عشان أصلي وبصلي مش بقدي فرض بصلي يعني بتكلم مع ربنا بصلي يعني ليه علاقة بالله حياة السيام هي حياة أساسية جدا المؤمن المؤمن بيعرف دعوته من ربنا من خلال السيام إنه هو يععد بيصلي ويصوم في محضر الله بيحقق الدعوة دي بنفس الطريقة بيأثر في المجتمع الخارجي بنفس الأسلوب كل ما أنا بقعد بصلي وبصوم بتلاقي إن حياتي بتتغير مش فريضة علي علشان ألم بيها حسنات خلينا أسألك السؤال بصيغة تانية الهدف ما هو الهدف من الصيام في المسيحية وفي الإسلام بص هو في المسيحية في الإسلام خليني أقولك إنه هو دايما بيرتبط الصيام بالتكفير عن السيئات وجمع الحسنات في حديث كتير قوي من صامة رمضان إيمانا واحتسابا غفرة له متقدم من ذنبه أنا هقولك شوية حاجات سريعة ليه لأننا يهمني قوي إن الناس تفهم إن الإسلام فكرته عاملة يقول إن سؤل الرسول عن صيام عشراء فقال يكفر السنة الماضية ده خد بالك إحنا دلوقتي بالحسابات يعني بيكفر السنة اللي فاتت يعني أنا صوم يوم عشراء عشان أكفر السنة اللي فاتت يعني أنا الهدف فيه الصيام والصلاة مش إننا يبقى لي علاقة بربنا قوية وإننا يبقى بس مع صوت ربنا وربنا بكلمه وأنا روحيا بأسمه لا ده الأهم حاجة بالنسبة لي موضوع الحسنات والسيئات إنه هو بيكفر السنة اللي فاتت الهدف مسيحيا مختلف كتاب المقدس بيقول المسيح صام فبعدما صام أربعين يوم نهارا وأربعين ليلة جاء أخيرا فتقدم إلي المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أنت صير هذه الحجارة خبزا فأجابة مكتوب ليس بالخبز بالخبز يحيا وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله وهي الحتة ده السيام هو وسيلة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان لها نتيجة يحيا الإنسان جسديا بالخبز لكن روحيا بكل كلمة تخرج من فهم الله وهو ده الهدف هو ده الغاية غاية إيمانا ده إن بكل كلمة تخرج من فهم الله أنا بعيش فبقدر إن أنا أحيا بيها وشاركها مع الآخرين هي دي الفكرة بتاعت السيام في بعد إذنك ممكن أخذ مكالمة من الأخ زكريا زكريا من المغرب أهلا الأخ زكريا أهلا وسهلا من المغرب تفضل إنت معنا على الهواء وسلام ونعم الأخ نزال سلام ونعم معاك حبيبي أهلا وسهلا فيك أخ زكريا الله يحفظك أشكرك على برنامج ليكون نور فكان النور وأشكافة دالام دالام الإسلام عن البشرية وحل نور الله يحفظك أخي وإباتك حبيبي وأنا أدعو وأنا أدعو كل الشباب المغرب واليافعين إلى ترك الإسلام دين الخرافة وخرافة حصال الضراء والاعتناق المسيحية دين الحق والحياة وأن يلتحقوا بأقرب كنيسة بالمغرب أو بشمال إسحكاق ليسيروا مسيحيين أبناء الله اليوم لما تعودوا أعبيداً لإله خرافة الإسلام بأصبحتم أبناء الله فالرب يسير النسيح أما عن موضوع الحلقة يعني لسان أنه ليس ما يدخله فهم الإنسان لا ينزيسه بل ما يخرس من سامي من كلام قريب والنميمة والشهادة الزور يعني أفضل وأخذت خلق الله واللسان يعني اللسان هو يعني يخرس منه الكلام قيد يعني الزيد والكلام القبيح يعني على الإنسان أن يقول خيراً هو القول يسكت يعني وعيوض وهناك بعض الناس عيوض أن يقول يقول بلسانه تمراً يقول بأراً يعني يقول كلام قبيح وهذه من سؤال الأخلاق هو الإنسان في المغرب وفي سماء إفريقيا أن يتحلى بالصفات الحبيبة وأن يتحلى بالأخلاق يعني إنما الأمم وإن ذهبت أخلاقهم ذهبت يعني الأخلاق هي التي تميز الإنسان عن الحيوان والحيوان يعني يعيش كوسط الزنيف وروس وهكذا إنسان القبيح الذي يتكلم بالكلام القبيح عن الناس والنميمة أو شادة الزوت يعني يجب أن تحلى بكلام طيب يعني والإنسان الذي يتكلم بكلام الطيب يكون كالملك أما الإنسان الذي يتكلم بكلام السوء وكلام قبيح والنميمة فهو كالشيطان وهناك ويستحيل أن يعود الشيطان يعود المالك وهكذا الإنسان الطيب يجب أن يبقى طيبا ولا يتنزل يعني مرافقة رفقاء السود يعني في الأصدقاء هذه تبسط الأخلاق وكذلك وكذلك شرط الخاص وكذلك المخدرات الخاصة في المغرب فهناك يوم السفت يعني مثل سكان المغرب يكونوا سكارا يعني يوم السفت ويوم الجمعات ترى يذهب بالمسي يعني والعديد والمغرب هي في دولة إسلامية ذلك هي دولة ماسونية تنشر الخمر والمخدرات يعني كيف يقولون أنها دولة إسلامية يعني حتى الإسلام هو دين خرافة أولا يجب أن يكون المغرب الدولة المسيحية هو يعتنق فينا المسيحية أخي زكريا أخي زكريا عاوز أقول أنه وصلت مداخلتك أخي زكريا فعلا أم بشكر الرب من أجلك يعني أنت تكلمت في نقاط كتير مهمة بس خليني ألخصها بنقطتين واسمعني أخي زكريا مثل ما قال يسوع هذا الشعب يكرمني في شفتي أما قلبه فمبتعد عني جدا وانت ذكرت كمان ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان لكن من القلب تخرج الأفكار الشريرة وطبعا زي المغرب وكل زي أي دول تانية يعني ممكن يقول إحنا مسلمين لكن بيتعاطوا مخدرات وبمارسوا الحلفان والكذب والنميمة والشتم هذا في كل مكان أخي زكريا إحنا لا نتكلم عن ترميم أو تصليح أو إصلاحات إحنا بنتكلم عن الخليقة الجديدة والخليقة الجديدة هي عمل إلهي بقوة روح الله القدوس اللي بيغير الكيان فيصبح الإنسان خليقة جديدة ربنا يباكك أخوي زكريا حابت يعني مثل ما سمعت هو أركز إنه ممكن يمارسوا كل هاي المواصفات لكن بنفس الوقت بتعاطوا مخدرات واللي بيكزيبوا نميمة وأفكار شريرة وبيكرم الرب من بره بس من جوه بعيدة كل البعد وهذا اللي أنت اتكلمت فيه هو بالضبط ده اللي كان بيكلم عنه المسيح وكان بيدينه بيقول عليهم قبور مبيضة من بره شكلكم كويس ليه المسيح كان بيهاجم الفرسيين والكتبة مع إن دول ماشيين كانوا بيقولك بيعشروا كل شيء وكانوا ماشيين على الشريعة بالضبط ليه؟ لأنه هو كان بيعمل ممارسة خارجية غير روحية مفيش علاقة ما بينه ما بين ربنا وده الأيات اللي أنا بتديد بيها البرنامج إنه مفيش أنا لهاعمل إيه ولا إيه ولا إيه علشان أكفر عن ذنوبي وعلشان يبقى لي علاقة بيك يا رب مش هقدر أعمل أي حاجة يعني بالنسبة للإسلام قلت جمع حسنات والتخلص من السيئات هذا الهدف؟ بجمع الحسنات وبعمل فرائض علشان أتخلص من السيئات علشان أقدر أن أنا أروح الجنة فضل أخت رشا كاملت؟ فيه فروق بين السوم في المسيحية وما بين الإسلام فيه مثلا بعض الآيات علشان إحنا وإحنا منتكلم على حاجة اسمها الكونسبت الهدف الهدف بتاع الصيام بالنسبة لي كمسلم مختلف تماما عن الهدف بالنسبة لي كمسيحي وده بناء على أن فيه علاقة أنا فيه ما بيني وما بين الله علاقة الله أنا بعتبره أبوي السماوي الذي يعتني بي الذي يتدخل في كل ظروف حياتي وفي كل تفاصيلها الذي بيحبني محبة غير محدودة وغير مشروطة الذي بيقدم لي الفداء بيقدم لي أنه يشيل الأسام بتاعتي من غير ما أنا أقعد بشطارتي أعمل حسنات عشان أمحي السيئات بيشيلها كلها كاملة على عود الصليب وبيقدم لي خلاص أبدي يعني ضمان أن أنا أكون معاه في السماء واخد بالك فبالتالي ده أنا منا أجي أصلي أو أصوم أنا بصوم وبصلي لأننا هذا الإله أنا أحبه أنا أريد أن أجلس معه وأختلي به أريد أن أتحدث معه أريد أن أتغير داخليا وأترك كل شر من حياتي ده حاجة اختيارية لكن أنا لو ماشي وراء واحد بالعصايا بضربه عشان يصوم بضربه عشان يصلي لو ما صلاش مش عارفها هيتعمل فيه إيه ولو الست ما حطتش إحجاب هيتشد من شعرها والرجل مش عارفها قصص 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 بيدخله في قصص اللي هي أنت بتعمل كده ليه إيه هدفك هدفي أن أنا أعمل ممارسة خارجية ليس لها بعد روحي علشان أجمع بها حسنات علشان أروح بيها على الجنة وده اللي كان بيعمله بيقوله الرسول نفسه الرسول مثلا يقوله أنت عايز تبقى مصدقين والشهداء طيب يا سيدي روح سوم رمضان بيقول جاء الرجل للنبي أرأي يعني سأل النبي قال له أعمل إيه علشان أبقى إنسان كويس يعني أرأيت أن أشهد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وقديت الزجاوة سومت رمضان وقمته ممن أنا أنا مين بقى قاله أنت من الصديقين والشهداء لو أنت كمان سومت ستة من شو ستة أيام في شوال هتبقى سومت كسيام الدهر لمن سمى رمضان ثم أتبعه ستة من شوان كان كسيام الدهر كأنه أنت بالسوم خد بالك أنت بتفضل تلم في حسنات علشان تمحي السيئات ده معناها أن فيه إنسان ما بتغيرش مدلق أنا جوابت أخوي زكريا إنه مش عملية إصلاح عملية الخليقة الجديدة تغيير داخلي تتبعه ممارسة خارجية مش تغيير خارجي ويقف عند هذا الحد الله مش وقف لك بالميزان الله مش عايز سوم عارفة اللي بيكفر سنة اللي قابله والسنة اللي بعده ربنا مش عايز فيه آية فيه سورية فيه حديث أنا أحب أنه نقرأ الحديث ده يوم ما أنا قريته أنا استعجبت الحديث بيقول تُعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس هما بيصوموا يوم الاثنين والخميس مش متلاحظ أن المسلمين بيصوموا الاثنين والخميس طول السنة تُعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم واحد بيقول عن رسول الله قال الرسول ناسه قال أنا بصوم الاثنين والخميس لإن الأعمال بتعتي بتعرض على ربنا يوم الاتنين والخميس طب إنا لو أنا مدير في شركة وبيعرضوا علي الأعمال بتاعة الموظفين اللي عندي ده معنى أن أعرف الأعمال بتاعتهم ولا لأ أنا لا أعلمها أنا تعرض علي الأعمال من أين تعرض الأعمال على الله يوم الاتنين والخميس والله علم الغيوب الله فحص قلوب الله يعرف الإنسان بنوايج الداخلية ده معناها ان ده يتنافى اللي قاله الرسول هنا هو يتنافى ان بمعرفة الله للغيوب فالله علام الغيوب ازاي تعرض عليه الاعمال يوم الانتين والخميس عشان كده المسلمين بيصوموا يوم الانتين وخميس طبعا دي انا انا حبيت ان انا اعرضها واخر حاجة هي كفارة يقول فتنة الرجل في اهله وما له فتنة الرجل في اهله وما له تكفرها الصلاة والصيام والصدقة يعني الفتنة اللي بتكفرها ايه الصلاة والصيام والصدقة شتان انا لا صيام ولا صلاة ولا صدقة تكفر عني سيئاتي انما اللي بيكفر عني سيئاتي هو حاجة واحدة بس هو دم المسيح الذي يصفك من اجلي على الصلاة طيب احنا رح نخد فاصل اخت رشا وبعدين رح نرجع نستكمل الحديث ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 رشا سواء الحلقة اللي مضت وهي الحلقة عن موضوع الصيام خلينا اسألك بشكل شخص انت كنت مسلمة صرت مسحية ايه الفرق في صيامك اليوم عن اللي كنت بتمرسي صيامي اليوم مختلف تماما عن الصيام اللي انا كنت بمرسه قبل كده هوت لان الصيامي دلوقتي مرتبط باللي قاله المسيح المسيح قال لو انتوا صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيروا وجوه ومتى صمتم يعني المسيح ما الغصيام بس انه متوقع انه اللي بيحب الرب اكيد في حالات خاصة انه ممكن الانسان يصم بالزبط وقال انه كنت ما تعملوش كده عشان تبانوا للناس صايمين لكن اللي بيعمل كده قد استوفى اجره انت مفروض تصم ازاي لو انت صمت فادهن رأسك اغسل وجهك لكي تلقى تظهر صائما بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرفع الخفاء يجزيك على نية فبالتالي انا لو انا صايم ما ينفعش ان انا مخسلش سناني علشان انا بنصايم للناس لكن لما انا انا عندي عقيدة بتقول لي ما تخسلش سنانك لان ده هوت بيفطر والنسوء ريحة بقك اللي هي ريحة الصيام دي ريحة مسك بالنسبة ربنا وربنا بيحب الحاجات ده ده معناها ان ربنا كمان بيطلب من الناس ان هم يبقوا مرائين والكلام ده هوت انا مش جايباة من عندي الكلام ده هوت موجودة في هتلاقي القول في رائحة فم الصائم يقول لك ايه عند ربنا عنده قطيب من ريح المسك عندنا فان كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية انت انت احنا بنكره الريحة بنكره الريحة دي لمنفرتها يعني احنا بنكره ريحتها منفرة لكن الله بيقول لك لا اسابها زي ما هي ده معناها ان هو الفكرة ان ربنا عايزني اصوم في الخفاء عكسها تماما موجودة في الاسلام و كمان اعاوز اقول انه الله غير محدود مش محدود في الزمن بتاعنا في ايام الاتنين والخميس والحسنات والاعمال وهي والريحة الرائحة وكل الاشياء الله خارج نطاق الزمن طبعا مزبوط الله الله ليه اسلوب معين يعني عايزي يكون ليه علاقة حقيقية وشخصية معاك وانا ليه اختبارات شخصية في موضوع السيام انا صمت كتير جدا جدا بعد ما جيت يعني بقيت مسيحية وصيامي ولا مسيحية مختلف لان اولا سيامي كان بيديني قوة روحية كان بعمق علاقتي بربنا كنت كل ما بصوم اكتر كل ما بحس ان انا بنسى اكل ما بفكرش في الاكل والشرب والخروج وهعمل ايه لكن كل تركيزي بيتجه نحو الله في ايام كتير قوي انا صمتها وكان عندي اختبار شخصي ان انا صمت اربعين يوم وكنت صايم اربعين يوم سياما قطاعي لغاية الساعة تقريبا يعني عاشرة او احداشر بالليل او اتناشر بالليل وكنت بفتر على كباية شاي بلبن فقط لا غير او كبايتين شاي بلبن وكنت افتدي اليوم اللي بعده هكذا كنت قعدت اربعين يوم بهذا الشكل عايز اقولك دي كانت من امجد الايام اللي انا عشتها في حياتي كان الوقت اللي انا صمت ده كان وقت مميز جدا فهمت ايه صيام بيعمل ام 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 بيعمل تغيير حقيقي في حياة البني ادم اللي بيبقى عايز يكون اللي عيش حقيقية بالله ويتقرب منه ويعرف ما شئته من محبتك للرب طبعا مش لانو الله فارض عليك فيش فارض في المسيحية خلينا اخد مكالمة من الاخ الاخ هاني بتهيق لي الاخ هاني من اليمن انت معنا تفضل الاخ ممكن تسمعنا من التلفون اخهاني مش من التلفزيون اخهاني اوكي فقدنا المكالمة خلينا نرجع بالحديث مع الاخ رشا وانا عارف ان انا عم بضغط عليك في الوقت لانو المفروض نتكلم عن الصدقة عشان اريحك من ناحية نفسية منخلي هذا الموضوع لمرة تانية عاوز لانو انا كتير يعني اهتميت في موضوع الصيام بالنسبة لك كيف انت صمت واخدت الوقت الطويل اه على اساس في محبة في داخلك انك تتقرب للرب وهي النعمة والقوة الله اللي بيعطيك اياها انك تصوم هذه المدة ممكن اخد مكالمة من ابو مهند اخت رشا اتفضل ابو مهند انت معنا على الهوى تفضل على السريع ابو مهند تفضل ابو مهند مساء الخير مساء الخيرات تفضل ابو مهند لطفا لدي مشكلة انه الصورة الصورة من عندكم لم تطلني لكن علي ان الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي اريد ان اقول لغاها لكم اذا سمحت بذلك ايه على السريع ابو مهند عشان الوقت وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر ان الامان المبني على يسوع المسيح صخرته والبناء الامين اما الامان المستند على اي اساس اخر تبه في المنزل المبني على الرمج يعتمد بعض الناس على ذكائهم او على فلتفات لا اساس لها واما البعض الاخر فيظنون انه باستطاعتهم ان يبنو حياة روحية على الطقوس والتقارير او على اساس انضمامهم الى كنيسة معينة او على الحسنات والصدقات او الاعمال الصالحة على انواعها هؤلاء ايضا لا يدركون ان هذه الاشياء الصالحة ليست اساسا صحيحا ينبغي ان يبنى عليه ايمانهم انت على ماذا تبني رجائك الابني ان الرب يسوع هو وحده الاساس الصالح والصحيح عليك ان تنطلق الانصلاح صحيحة اعشار اذا انك انسان خاطئ وامن ان الرب يسوع المسيح مات على الصليب لها جزاء خطيانا اقبل مخلصا شخصيا لحياتك لانه الاساس الصحيح امين اننا نخلص فقط بواسطة عمل المسيح الكبار عنا على الصليب وليس باعمالنا ولدي كلمة للاخت رشا اريد ان اذكرها بها بمحل ثابق زمان تكلمت معها ان اجمل اربع كلمات في كل لغة هي يسوع السماء المحبة والام وشكرا شكرا شكرا جزيلا ابو مهند الكلام اللي حكى في لب الموضوع فعلا انه يعني هذا اللي انت تكلمت فيه التركيز على الاعمال والحسنات والتركيز والتركيز لكن الخلاص في المسيحية هي مبادرة الهية انه المسيح فعلا اتخذ جسد صار انسان حتى يكفر عن خطينا طبعا احنا في الختام انا عاوز اترك الفرصة الاخيرة اليك تحكي وتشاركينا اخت رشا انا احب اشارك بعض الاختبارات في حياة الصيام والصلاة حياة الصيام والصلاة بالنسبة لي كانت حياة مختلفة تماما مسيحيا عن حياتي في الصيام والصلاة قبل ما اتقابل مع المسيح الصيام والصلاة كنت بقديهم وكنت بعمل كل يعني بعمل الفروض علشان اتقرب من الله لكن المسيح الذي اخلى نفسه اخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس جه لي انا شخصيا جه لي انا جه لرشا والمسيح والمسيح عايز يجي يزور كل واحد فينا فيكم في كل واحد قاعد فتح قلبه كل واحد نفسه يعرف من هو يسوع كل واحد ربنا عايز يلمسه النهاردة علشان يقوله الموضوع مش صيام وصلاة مفروضين لكنها علاقة اختيارية الله اعبده اعبد الله بروحك بقلبك قدم له العبادة بالصلاة والصيام والصدقة دي عبادة ده نوع من انواع العبادة هو الغاية الله والغاية مش الحسنات هي الغاية لو انت لسه ما سلمتش حياتك للمسيح صلي معايا يا عزيز الصلاة القصيرة قوله يا رب نور عيني يا رب افتح قلبي يا رب نور ذهني يا رب من فضلك يا رب انا عايز اعرف الاله الحق عايز اعرف ازاي عبدك عبادة حقيقية روحية مش اشكال شكلية خارجية لكن يا رب تكون حاجة حقيقية افتح قلبي عشان اعرفك وعشان اعبودك بشكل حقيقي يا رب من فضلك باسم الرب يا سوء امين امين اخت رشا رب نيباركك شكرا كتير كتير على الموضوع وفعلا يعني كان فيه توضيح وفتجاه بيختلف انه وبالذات من اختبارك الشخصي انه صار عبادة صار لزة يعني الانسان بيعمل هذا الشيء لانه بيتلزز بالرب بيعبد الرب تركيزه منحصر في الرب مش شو رح نصرف في هذا اليوم وشو رح نشوف وشو رح نحضر وشو رح ناكل وشو رح نحضر يعني فعلا هي لما نقول فكرة تزلل وكذا فيه تقرب الى الله على اساس ما فعله الله من اجلي انا بحبه انا عاوز لانه الصوم بيعطي قوة روحية بيعطي كمان بيقمع الجسد يعني بيدرب الجسد كمان فيه ناحية صحية على فكرة مش غلط يعني الاسيام اللي عاوز اقوله احبائي انه المسيح هاجم كل مظاهر التدين الخارجي هاجم الرياء هاجم عدم الايمان هاجم عدم الاثمار هاجم يعني الحياة اللي كلها بتركز على امور خارجية حتى الناس تشوفها لكن الله هو اللي بيشوف القلب الله اللي بيعرف الدافع انا بصلي اليوم انه فعلا انك تيجي للرب وتقوله يا رب غيرني غيرني اريد ان اكون خليقة جديدة اريد ان احصل على الحياء الابدية واذا كنت تحتاج لصلاة اقول له يا رب ارحمني وتعال الى يسوع واكيد رح نساعدك ربنا يباركك اشتركوا في القناة